نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشرا من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل من جهتها شددت وزارة الزراع على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيرا على المزارعين لرفع العبئ عن كهلهم كما أوضحت الوزارة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام مشيرة إلى جهودها في ميكانة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة عبر منظومة كرت الفلاح